بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في سورة الإنسان ووصلنا إلى قول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة وتكلمنا عن هذه الآية ونوجز القول فيها قلنا فوقاهم الله الوقاية هي فرط الحفظ والصيانة للنفس عن المكروه أي أن الله سبحانه وتعالى وقاهم وأبعدهم وحفظهم وصانهم عن الشر العظيم الذي يعده للكافرين بما اقترفوه بأيديهم ومن سوء صنيعهم ولقاهم نظرة وسرورة والنظرة كما قلنا هو حسن لون البشر في رغد العيش ونعيمه وكما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة وكما قال ضاحكة مستفشرة أيضا في آية أخرى وكما ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا بشر بشيء استنار وجهه كالقمر وكما ورد في الصحيحين أيضا عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وأسارير وجهه يضحك ومبتسم يعني وتنير أسارير وجهه كأنه في فلقة قمر فنظرة وسرورة على هذا المعنى الذي قدمناه ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن ذلك الأمر الذي جزاهم به ولقاهم به ووقاهم منه إنما كان لأجل ماذا قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة الجزاء هو مقابلة العمل بالإحسان أو مقابلة الشيء بالشيء سورة عامة حقيقة بداية نحن اتفقنا على أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما جزاهم فضلا منه وتفضلا منه لأنه كما قلنا أنه دخول الجنة لا يكون على الجزاء فقط إنما يكون على تغمد الله للعبد برحمته وإنما ذكر الله جزاء حتى يبين على أنهم عملوا وأنهم قدموا شيء لكن هذا الذي عملوه قد لا يرتقي إلى دخولهم الجنة قطعا ذلك لأنه كما ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن العبد ينشر له ثلاث دواوين ديوان للنعم وديوان للطاعات أو العبادات أو ما أمر الله به وديوان السيئة ديوان الحسنات ديوان النعم وديوان الحسنات وديوان السيئة فإذا أراد الله بعبد خيرا سامحه في النعم وضاعف له الحسنات فأدخله الجنة وإن أراد الله أن يعامل عبدا بعدله قارن بين ما عمله من حسنات مع ديوان النعم فلا تفي شيئا من نعم الله فبقي عليه ديوان النعم وبقي عليه السيئات فأدخله الله النار بعدله قال وجزاهم بما صبروا واختلفوا على الصبر ما الذي صبروا عليه أولو يعني ابن عمر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر أربع الصبر عند الصدمة الأولى هذا الصبر والصبر على أوامر الله والصبر عن نواه الله ما نهى الله عنه والصبر على المصائب والأقدار هذا هو الصبر ولذلك قال جزاهم بما صبروا من المفسرين من حمل الآية على جملة يعني جملة الصالحين المذكورين في هذه الصفات فقال صبروا على يعني فيما ذكر على أنه يطعمون الطعام على حبيه مسكينة وتيمن وأسيرة على الصرف النظر قلنا أنه سبب النزول كان ثيمن لكن على من أخذه على جملة هؤلاء قال صبرهم على الفقر قال صبرهم على العري قال صبرهم على الإثار قال الطبري صبرهم على طاعة الله والصبر عن الشهوات والملذات وقيل الصبر على معنى الصيام الذي كانوا يصومونه وقيل الصبر على العطاء وإن كانوا ذو حاجة فهذا كله يدخل ضمن الصبر وكما قلنا كما قال القرطبي إن كانت الآية عامة في كل من فعل فعلا فيه إحسان وفيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى قال وجزاهم بما صبروا جنة والجنة قد تكلمنا عن معنى الجنة والمراد بها الأرض الخضراء التي قد سترت أرضها وجدرانها بالأغصان والنباتات حتى اشتنت عن العين فلا يظهر للعين ما يكون من ورائها فهذه الجنة والحرير حقيقة الحرير هذا كان لباس ثمين جدا ذكر أهل التاريخ أنه كان يوزن بالذهب يعني بعض الأثرياء كان يزن لباس الحرير بالذهب فيشتريه لثمنه الغالي وأول من عرف الحرير هم أهل الصين قبل خمسة آلاف سنة والحرير هو حقيقة يكون من إفراز دودة تسمى دودة الحرير تنسج من لعابها خيطا فيه مادة صمغية تلفه حولها يكون كالفول السوداني وتكون حولها كالجوزة ثم تتحول بعد ذلك إلى فراشة لها جناحان فتثقب ذلك الكرة التي حولها تثقبها وتخرج منها يأخذون هذه الكرات ويجعلونها في ماء مغلي حتى يتفكك الصمغ ويتفكك الخيط فيخرجون منه خيطا طويلا هذه الدودة ما كانت تنمو ولا تعيش إلا على أشجار التوت لذلك كان هناك أشجار التوت كثيرا في الصين ولذلك عرف أهل الصين بذلك ولم يكن أهل العالم يعرفون كيف التعامل في إخراج هذا الخيط من هذه الشرنقة الموجودة حتى نقل ذلك في عحد الإمبراطور الأستنياس كما يقال سنة 576 قبل الميلاد وظهرت صناعة الحرير تقريبا في القرن الثالث الميلادي كما ذكر ذلك ابن عاشور وبدأت صناعة الحرير في ذلك وإلا في السابق كان الحرير يؤتى من بلاد الصين وكان يأتي به التجار الفرس ويبيعونه بأثمان باهظة فبين الله سبحانه وتعالى وهذا الحرير يستع منهم الاستبرق والدباج وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن لباس أهل الجنة فهو لباس أهل اليسر بل فرط أهل اليسار من الدنيا أهل الغنى المفرطين في الغنى هم الذين يلبسون هذه الثياب الثمينة العظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى جزاهم على خشونة العيش الذي عاشوه من الجوع والصبر والعري والصوم وغير ذلك فجازاهم بخشونة ذلك بنعمة ما أولاهم من الحرير والحرير كما قلنا هو ثوب يكون فيه رقة شديدة وفيه لمعان شديد نعم قال جنة وحريرة الله سبحانه وتعالى جاز المؤمنين بما فعلوه وما صبروا عليه في الدنيا بهذا الجزاء العظيم ثم قال متكئين فيها على العرائك الاتكاء هي جلسة ما بين الاتجاع وبين جلوس هو اتجاع يتخذ المتك فيه مرفقه ويتكي على وسادة من حشو من ليف أو من غيره هذا الأصل في الاتكاء وغالبا تكون هذه جلسة أهل اليسار أهل الغنى عندما يكون ويعبر عنها ويكن عنها بالارتياح يعني إذا عبر عنها كناية بالارتياح لأن المتكئ لا يكون إلا مرتاحا على هذا المعنى ولذلك لما كان أهل اليسار يعني يتجعون ويتكئون ويأكلون متكئين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه أما أنا فلا أكل متكئا لأن هذا فيه تشبغ بأهل البطر وأهل الفحش في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره بن كثير قال إن الرجل لا يجلس متكئا على أريكته أربعين سنة في الجنة لا يحول عنها حتى يخبر حتى يخبر أنه قال له أنه كان لك من المدة كذا فيتحول عن مجلسه لطيب مجلسه وأنه أتي مجلسه قال متكئين فيها على الأرائك فيها هذه ما المقصود بفيها قالوا المقصود فيها الجنة المقصود فيها ومنهم قال لا متكئين فيها على الأرائك أي في الجنة متكئين على الأرائك قالوا ما دلالة ذكر فيها قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني أولا الآية ظاهرة كما ذكر ذلك الزجاج قال ظاهر الآية أنهم متكئون على الأرائك ولكن هنا قول آخر عند بعض أهل اللغة قالوا هنا أخفى ما يتكئون عليه وأبهمه لتعظيمه متكئين فيها على شيء لكن ما هو هذا الشيء الذي يتكئون عليه لأنه الاتكاء والاتجاع يكون على السرر وإذا أخذنا السرير والأريك على معنى السرير يعني بقية الإشكالية موجودة إلا ما ذهب إليه الزجاج على أن الأريكة هي الوسادة فيكون متكئين على الوسائد وهذا كقول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة قالوا لا يسمعون فيها ما المقصود بفيها منهم من قال أنه لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابة ومنهم من قال لا يسمعون في شربهم الخمر في الجنة لغوا ولا كذابة كما يسمعوا أهل الدنيا فإن أهل الدنيا إذا شربوا وسكروا بدأ منهم الكلام البذيء وبدأ منهم الكلام القبيح فهم أهل الجنة يعني لا يظهر منهم شيء ولا يعني عندما يشربون الخمر لا يظهر منهم ما يظهر من أهل الدنيا قال متكئين فيها على الأرائك الأرائك حقيقة فيها أقوال القول المشهور قالوا هي الأرائك هي الأسرة التي عليها حجال والحجلة هي كلة كالقبة توضع حولها الستور يعني نحن بالعامية يمكن نسموها في العراق كلة لكن هي في كلة الكلة هي الستور توضع يعني يكون السرير وعلى جانبه عمدان توضع فوق العمدان ستور تزدل وغالبا تصنع هذه للعروس ويصنعه ويجلس على هذه السرر أهل الرخاء كما وردنا ابن عباس والضحاك وقتادة قال سرر أهل الجنة من الياقوت ومن زمرد الأخضر مكللة بأنواع من الديباج والحرير والاستبرق فهذه السرر الأرائك على هذا المعنى قال بعض أهل اللغة قالوا ولا تسمى الأريكة أريكة حتى يكون عليها ستور حتى يكون عليها شيء من الألوان توضع حتى تزين حال النوم أو تزين النائم مكان النائم وهذا العربية حقيقة كما ذكر ذلك أبو هلال عسكري وغيره قالوا أن العرب كانت تطلق كثير من الكلمات على أوصاف معينة فمثلا لا يقولون للذنوب ذنوبا حتى يكون عظيما ممتلئا وله حبل فإن لم يكن له حبل فهو سجل فإن كان فارغا وصغيرا فهو دلو فإن كان الطبق فيه طعام فهو مهدي فإن لم يكن عليه طعام فهو طبق الكأس إن كانت مترعة خمرا فهي كأس فإن كانت فارغة فهي قدح وإن كان الجلد الذي يوضع عليه الطعام إن كان عليه أطباق يسمى مائدة فإن لم يكن عليه أطباق يسمى خوان وغير ذلك ولذلك هنا قالوا الأريكة على هذا المعنى أنه لا تقالوا أريكة إلا إذا كان عليها ستور وألوان هذا قول القول الثاني قالوا وبالمناسبة أيضا ورد عن ابن الجوزي أنه أوردها وذكر ذلك السبكي وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في كلامه عن المعرب والتعليب والجواليقي أيضا قال ابن الجوزي الأرائك هي السرر يعني الأسرة في لغة الحبشة في لغة الحبشة السرر أو الأسرة تكون على لغة الحبشة تسمى أرائك ومنهم من قال الأرائك إنما كما ذكر ذلك الجشمي وغيره قالوا الأرائك هي الفرش الذي تفرش فوق الأسرة الفرش التي تفرش فوق الأسرة تسمى أرائك وقيل الأرائك أيضا هي الوسائت كما ذكرنا وهذا قول الزجاج قال متكيين فيها على الأرائك أي التكيؤون سواء كانوا ملتجعين على السرر أو على الفرش التي فوق السرر أو متوسدين الأرائك على قول الزجاج على أن الوسائد متكيين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الشمس معروفة وقد ورد عن الشمس أن الله كما قال تعالى إذا الشمس كورت فإن الشمس لا تكون موجودة في الجنة فقالوا عندما قال تعالى لا يرون فيها شمسا إنما أرد لا يرون فيها حرا لأنه لما كانت الشمس هي آلة الحر ومصدر الحر فعندما نفى وجود الشمس نفى ما يكون منها وهو الحر الذي يتولد من الشمس قال لا يرون فيها شمسا أي لا يرون فيها حرا وقيل أنه الشمس في الجنة لا يوجد فيها شمس رغم أنه وجود هناك الظلال كما قال تعالى ودانية عليهم ظلالها لأنه في الآخرة يفسر الله بين التلازم الدنيا والموجود بين الشمس وبين الظل كما قال ألم ترى إلى ربك كيف مدى الظل ولو شاء لجعله ساكنة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي أنه التلازم بين الشمس والظل إنما هذا تلازم دنيوي يفصله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيلقي الشمس والقمر كما ورد في الحديث الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم يلقي الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر في نار جهنم لا عقوبة لهم إنما كما ورد عن الحسن لما سأله رجل عن هذا نعم إنما كما قلنا لا عقوبة لهم للشمس والقمر إنما كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ومنهم من قال على أنه يوضع الشمس والقمر في النار زيادة على حر أهل النار نكاية بهم على هذا المعنى قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إذن كيف سيكون الجو في الجنة والوقت في الجنة كيف يكون ذكر صاحب الحكيم التربذي في نوادر الأصول أن رجل أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل في الجنة ليل قال وما هيجك على هذا أي ما الذي ذكرك بهذا الأمر قال قرأت كلام ربي ويقول ورزقهم فيها بكرة وعشية وبكرة وعشية هذا يدير على أن هناك ليل ونهار ووقت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي يسأل عن ليل الجنة أنه الجنة يعني نهار الجنة سجسج كما ورد في حديث آخر قالوا هو السجسج ذكر رواية هذه ابن أبي شيبة وذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك أيضا جمع من أهل الألم وقالوا أنه السجسج هذا أنه يكون الجو معتدلا يعني حتى أنه يوم الأيام سؤل الحسن البصري عن نهار الجنة فكان بعد الفجر قال أترون ذلك الوقت أترون هذا الوقت؟ قالوا نعم قال هذا هو الوقت في الجنة ضياء لكن من غير شمس ومن غير أن يكون هناك ظلام فهو ضياء معتدل كما ورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا أنه يتحفهم الله عند كل موعد للأذان كل موعد للأذان يرسل الله إلى المصلين الذي كانوا يصلون في الدنيا هداياهم على أوقات الأذان فيعرفون أوقات الأذان بالهدايا التي تصل إليهم وقد ذكر ابن تيمية أيضا أنهم يعرفون أوقات الأذان من خلال نور يبرق عند كل وقت أذان يبرق نور عظيم في الجنة يعلمون به أنه الآن وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب على هذا المعنى كذلك نهار الجنة الله سبحانه وتعالى يتحفهم كما قلنا بالهدايا عند وقت كل أذان قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة وقيل لا يرون فيها حرا وقيل لا يرون فيها بردا على اعتبار أنه الشمس فقدها برد ووجودها حر فهو نفى عن وجودها أن يكون لأهل الجنة برد ولا حر فاتنا أن نتكلم عن جزئية مهمة جدا قال جزاهم بما صبروا جنة وحريرة حقيقة أفرد الإمام القرطبي في التذكرة كلاما عظيما جدا في قضية أنه هل الذي يلبس الحرير في الدنيا يلبسه في الآخرة أم يحرم منه في الجنة ورد في الحديث أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب بآنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة بعض العلماء قالوا أنه ربما المراد أنه لا يشربها في وقت العذاب عندما يكون في النار أو في الحشر لا يشرب ولا يلبس ولا كذا هذه الأمور في الجنة لكن الإمام القرطبي قال لا الصحيح أنه وإن دخل الجنة لا يتنعم بحريرها ولا يتنعم من شرابها ولا يشرب الخمر ولا يشرب من الذهب والفضة من كؤوس الذهب والفضة بعض العلماء قالوا أليس ذلك فيه شيء من الحرمان والحرمان لا يليق بالجنة رد الإمام القرطبي قال أولا يعني الحديث صحيح في إسناده وإذا صح السند وصح المقال في ذلك ثانيا ورود حديث آخر أيضا يعني يقول أنه أهل الجنة لا يشربوا الخمر في الجنة من شريبها في الدنيا وإن دخلت جنة فقال إمام القرطبي معلقا على ذلك قال الرواية صحيحة فإن كان ذلك الكلام من كلام الراوي فالراوي هو أعلم بالمقال من غيره لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان من كلام النبي فقد كفى به بيانا وعلّل ذلك الإمام القرطبي قال قضية الحرمان في الجنة لا يكون هذا نوعا من الحرمان لأسباب أولا قال لأنه في الجنة هناك درجات فكما أن الذي يكون في الدرجة الأولى من الجنة لا يتمنى من يكون في الدرجة السابعة وليس ذلك نوع من الحرمان كذلك الذي يكون في الجنة لا يشرب الخمر فلا يشتهيها وينزع الله عنه شهوتها فلا يستلد بها أو لا يشتهيها فكذلك لا يكون ذلك حرمانا هذا أولا ثانيا الناس في الدنيا على اختلاف أذواقهم ومشاريعهم ليس كلهم يستحبون الشراب الواحد ولا طريقة الشراب الواحدة ولا الكأس الواحد وإلى الآن في بعض الناس يعني يستحب أن يشرب في الآنية النحاسية ومنهم من يشرب في الآنية الزجاجية ومنهم من يشرب بآنية من فخار ولذلك اختلاف أذواق أهل الدنيا لا يعني حرمان من كانت تحت يده هذه الأمور فلا يعني مانع من أن لا يشرب من خمر الدنيا ولا يشرب من آنية الذهب والفضة ولا يلبس الحرير في الدنيا هذا كله فيما يتعلق في قضية من يعني شرب هذه ولم يتب قال القرطبي ولم يتب من ذلك إن تاب غفر الله له ويعني ألبسه وأطعمه وسقاه لكن من لم يتب ربما يكون هذا الأمر باقيا عليه كما ذكر ذلك الإمام القرطبي وكما صح في الحديث بقي عندنا مسألة أنه جواب آخر أيضا نذكره من الرازي قال الإمام الرازي قال إن الله سبحانه وتعالى ينزع عن أهل الجنة كل ما ينغيص عليهم من حياتهم ولذلك يعني لاحظوا بعض الصحابة رضو الله تعالى عليهم كان آباؤهم ماتوا كفار أبناؤهم ماتوا كفار إخوانهم ماتوا كفار ولو تذكرت أو بعض الأمهات التي أولادها ماتوا على هذه الحالة من الكفر فلو دخلت الجنة ووضع الطعام أمامها أي أم تستطيع أن تأكل وتشرب وتتذكر وتعلم أن ولدها في النار يتعذب فقط قطعا هذا سينغيص عليها بقاءها في الجنة إذلك ينزع الله عن أهل الجنة كل ما ينغيص عليهم فلا يمنع أن ينزع عن أهل الجنة التفكير بشرب الآنية الذهب والفضة ولبس الحرير وشرب الخمر والله أعلم قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة الزمهرير قالوا فيه أقوالا كثيرة ربما سيطول لنا المقام في ذكر الكلام عن الزمهرير لذلك سنرجع الكلام عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة لذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة